طيب بعد ما يعني خدنا معلومة اليوم خلونا كمان نتعرف على أحوال طرق والمحاور وإن كان في بعض التكدسات المرية في مناطق مختلفة ده بناخده من خلال صورة حية ومباشرة وزميلي محمد القليوبي المتواجد داخل الإدارة العامة لمرور الجيزة صباح الفلاي محمد صباح خير يا جاد صباح خير على كل مشاهدي قناة صدق بلد بالفعل احنا في الإدارة العامة لمرور الجيزة عشان نعرف الحالة مرورية في شوارع المدين الرئيسية والطرق الرئيسية في محافظة الجيزة يمكن النهاردة هنبدأ جولتنا مرورية باختار عن إغلاق طريق إسكندرية الصحراوي تجاه الراحة مدان الرماية عشان تسليم المرحلة التانية لمتر الأنفاء الخط الرابع وزي ما احنا عارفين ان الخط الرابع ده موجود في جزء منه قدام المتحف المصري الكبير فبالتالي تم إغلاق الجزء اللي جاي من طريق إسكندرية الصحراوي نتجه لي مدان الرماية فبالتالي ده هيكون من فترة من 18 تلاتة اللي هو يوم الجمعة اللي فات وهيستمر الحد يوم 30 سبعة اللي جاي إن شاء الله فاللي حابب يطلع على طريق إسكندرية الصحراوي ممكن يبدأ ياخد طريق دائري الاتجاه لراحة المنصورية وينزل على المنصورية لشوارع فيصل ويبعد كده يقدر يكمل على طريق إسكندرية الصحراوي ده يمكن يعني اللي حابب عايز يعرف الحالة المررية في منطقة إسكندرية الصحراوي وأمام المتحف المصري الكبير عايزين نبدو أكتبين دولتنا المررية من شاشات طبعاً اللي دارة العامة لمرر الجيزة ويجب أن نشاهد كبري الدقي في سيولة مررية هنا في الاتجاهين على كبري الدقي سواء الاتجاه لراحة الجيزة أو للإخادة من الجيزة وأيضاً شارع التحيير الاتجاه اللي رايح ليه ميدان الدقي برضو في سيولة مررية قادم من ميدان الدقي ورايح على مناطق شارع السلطان برضو في سيولة مررية كويسة جداً هنلاقي هنا برضو ده كبري صفت أو محور صفت زي ما احنا شايفين ده الاتجاه الراحة للسادس من أكتوبر سيولة مررية كويسة جداً لكن الاتجاه القادم من السادس من أكتوبر رايح على جامعة القاهرة هنلاقي برضو فينا كثفات مررية متوسطة ده طبعاً عشان نحن بلوقتي ساعة زروة ويساعة الناس كتير بتروح للجامعة بتاعتها أو للمدارس فبالتالي بيكون فيه بعض الكثفات المررية زي ما احنا شايفين هننتقل لكاميرا أخرى وده ميدان الحصري ميدان الحصري زي ما احنا شايفين برضو في سيولة مررية فيه كافة الاتجاهات اللي راح لمنطقة صناعية أو راح لمحور 26 يوليو لو نزلنا هنا ده كوبري 15 مايو لاتجاه لراحل القاهرة أو لراحل أماكن كمان مشارع سودان هنلاقي أنه فيه بعض الكثفات المررية المتوسطة لكن الاتجاه الآخر هنلاقي أنه فيه سيولة مررية لو نزلنا هنا ده شارع جامعة الدول العربية برضو فيه سيولة مررية كويسة جداً وميدان سفينكس ده برضو اتجاه لراحل شارع أحمد عرابي فيه سيولة مررية كويسة فمفيش أي مشاكل فيه هذا الاتجاه هننتقل هنا ده ميدان النهضة ميدان النهضة ده اتجاه جامعة القاهرة سيولة مررية أيضاً القادم من جامعة القاهرة راحل شوارع أجيزة ومناطق حديقة الحيوان هلاين برضو فيه سيولة مررية كويسة جداً ومفيش أي مشاكل لو نزلنا هنا ده ميدان الجلاء ميدان الجلاء الميدان المؤدي ده شارع مجلس الدولة وأيضاً ليه شوارع الدقي برضو فيه سيولة مررية فيه كافة الاتجاهات حوالين ميدان الجلاء ومفيش أي مشاكل سواء اللي داخل أو اللي خارج للميدان وأخيراً معنا آخر كامرتين ده كوبر الجيزة المعدني كل اتجاهات كوبر الجيزة المعدني سواء شارع مراد اتجاهات الجيزة وأيضاً ليه مناطق المانية برضو فيه سيولة مررية كويسة جداً ونفيش أي مشاكل وأخيرا معنا ميدان مصطفى محمود وزي ما احنا شاكفين برضو في سيولة مررية كويسة جدا لداخل جامعة الدول العربية وبعد كده البطل أحمد العزيز سيولة مررية وأيضا المتاجه لمناطق شرع سودان سيولة مررية كويسة جدا إذن في بعض الكثفات المررية في اتجاه نحو الصفت اللي رايح على جامعة القاهرة ده اللي احنا شفناه وأيضا قبر 15 ميل الاتجاه اللي رايح لمناطق القاهرة في بعض الكثفات المررية المتوسطة لكن بشكل عام في سيولة مررية كويسة جدا وفي الأخير بنتمنى السلامة للجميع بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد الاليوبيا المتواخد داخل الإدارة العامة لمرور الجيزة إذن بشكل عام يعني الطرق كويسة معدم منطقة الغلق اللي هي خاصة بطريق مصر السكندرية الصحووي المؤدية لمدان الرماية قد ينا بانتبع يوميا حالة الشوارع ان شاء الله يكونوا واستفادوا قبل ما ينزلوا عشان يعرفوا يسلكوا أنهي طريق ويتجنبوا أنهي طريق